السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم بشرة شانال وما تنسوا لشيخ وتمال لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع قال الله وإن إليه راجعون البقاء لله حادثة سير خطيرة تنهي حياة فنان مغربي وأشهر عزف كمان بالمغرب فخليكم معي خطيب عرفوا شكن تشوفا ودعواتكم مع خطيب الرحمة والمغفرة الله يرحمه ورحم جميع المسلمين والله تبتعون السؤال ويجعل مأوه الجنة إن شاء الله يا رب انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء الميستر المغربي وعازف الكمان الشهير أحمد هبيشة بعد معاناة جراء تعرضه لحادثة سير خطيرة حلال الأيام القليلة الماضية تسببت في دخوله إلى المستشفى وخضوعه لتدخل جراحي إثر إصابته بنزيف داخلي قبل أن توافيه المنية وشكل الخبر صدم داخل الساحة الفنية التي خيم عليها الحزن الشديد خاصة أن الفقيد رافق كبار النجوم المغاربة في حفلاتهم الفنية وصهاراتهم على مدار سنوات طويلة أبرزهم الفنانة المغربية لطيفة رأفة التي نعت الفقيد بكلمات مؤترة قالت الفنانة لطيفة رأفة إن لله وإن إليه راجعون بكل حزن وأسى تلقينا خبر وفاة أخونا العزيز ورفيق ضربنا أحمد هبيشة اللهم ارحمه وارزقنا الصبر والسلوان على فراقه يا رب والصبر لأهله ومن جهتها نعت المطربة المغربية نجاة الرجوي زميلها قائلة إن لله وإن إليه راجعون أخونا وصديقنا الأستاذ والمايسترو أحمد هبيشة في دمة الله الله رحمك يا طيب القلب ودائما الابتسامة اللهم صبرنا وصبر أحبابك على فراقك والفنان المغربي سعيد الإمام هو الآخر عبر عن حزنه الشديد لرحيل صديق مشواره قائلا تلقينا اللحظة خبر وفاة أخينا الفنان والملحن والموسيقي والموزع وأستاذ المادة الموسيقية أحمد هبيشة بعد حد تتسير مروعة تعرض لها صحبة رفيقه الفنان عصام فهم عزاؤنا واحد وإن لله وإن إليه راجعون اللهم ثبته عند السؤال واجعله من الصديقين والشهداء فإن لله وإن إليه راجعون تعزين الحارة العائلة الماسترو المغربي أحمد هبيشة الله يرزقهم الصبر والسلوان والله يجعل محب تصبر ودعا واسكم مع خطب الرحمة والمغفرة الله يرحم ورحم جميع المسلمين والله يتبتوا عند السؤال ويجعل مأوه الجنة إن شاء الله يا رب فهنا أخوتي عنكم وصلنا لنهاية الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة شكرا على المشاهدة